السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد خدمة الأرصاد الجوية في ألمانيا تحذر من موجة برود شديدة ستضرب ألمانيا منتصف الإسبوع القادم حسب خدمة الأرصاد الجوية الألمانية راح تضربنا موجة برود شديدة في ألمانيا ابتداء من منتصف الإسبوع القادم الرياح شديدة البرودة رح تجي من منطقة سيبيريا ورح تستمر هالموجة الباردة من المتوقع يعني لمدة أربع أسابيع في ألمانيا ورح تجيب معها برودة شديدة وتلج كتير كمان وخاصة المناطق اللي فيها هلأ شون هطولات سلجية كبيرة جنوب ألمانيا في منطقة بايان المنطقة القريبة من جبال الألب والمرتفعات في ألمانيا والمنطقة الهاتس هاي المناطق رح تتعرض أيضا لهطولات سلجية كبيرة الحديث عن درجات الحرارة عابيقوله من المتوقع أنه تنخفض درجات الحرارة إلى ناقص 20 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق أكيد مو كل المناطق ولكن درجات الحرارة يعني ستنخفض بشدة وخاصة في الليل طبعا أنا عابد أن أقول لكم هذا الخبر مشان تاخدوا فكرة عن الأحوال الجوية القادمة في ألمانيا كل الناس اللي بتطلع بتشتغل برا أو بتتحرك تروع الجامعة على المدرسة مشان تاخدوا حزاركم من هذا الموضوع خاصة الناس اللي بتروح لشغل بالسيارة بتأكد أنه سيارتك جاهزة للشتاء يعني بتعرفوا صباحا لما واحد بفيه بيكون كمية التلج فوق السيارة كبيرة لازم ينزل واحد التلج وكمان تفحص ميت السيارة وحوي لك مثلا الايس كخاتسا للبلور أو الانت ايزا مثلا كمان هاد البخاخ كمان واحد ممكن يبخوا على البلور شان ينزل الجليد والتلج بسرعة إذن هالأشياء كمان فينا نحن نجهز أنفسنا دوليب الشتوية أكيد كمان كتير مهمة والبطارية تكون كمان شغالة خاصة لأصحاب سيارات الديزل إذن هاي الموجة البرد الشديدة يعني ممكن يعني تشل حركة الناس يعني في الوقت القادم إذا واحد ما كان جاهز حبيت أن أقول لكم هذا التحذير اللي صدر من الديبي ديل دوتشا فيتا دينس خدمة لرصات الجوية الألمانية مشاهل الكل يكون مستعد للوقت القادم طبعا رح حاط لكم بعض الكلمات المفتاحية عن هذا الخبر باللغة الألمانية وترجمتها للغة العربية في صندوق الوصف ممكن تستخدموها أيضا في البحث وبالتالي ممكن تقروا المقالات هاي في اللغة الألمانية المنتشرع صفحة أو الصحف الرئيسية يعني مثل ما أنا أريتها كمان اليوم ممكن تتعمقوا أكثر بالخبر وتأولوا لغتكم الألمانية هات كان كل شيء لفيديو اليوم تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته